يصادف اليوم الذكرى السادسة عشر لوفاة أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثرى بعد مسيرة عطاء حافلة رسخت في قلوب أهل الكويت ووجدانهم مسيرة استمرت 29 عاما على سدة الحكم كان عنوانها العمل المخلص والإنجاز في جميع المجالات والعبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان بحكمة وحنكة ورؤية ثاقبة مكنت البلاد من تجاوز محا وأزمات مر بها البلاد أبرزها الغزو العراقي الغاشم تمر السنوات وتبقى الذكريات لتحل علينا اليوم ذكرى برور ستة عشر عاما على وفاة أمير القلوب الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثرى بعد مسيرة ثمانية وعشرين عاما من الإنجاز والعطاء حفر خلالها ذكرى لا تنسى في قلوب أبناء الكويت وبعد مسيرة استمرت أعوام على سدة الحكم لم تغب مآثر وإنجازات ومساعي الأمير الراحل التي كان عنوانها العمل المخلص والإنجاز في جميع المجالات الشيخ الراحل جابر الأحمد الجابر الصباح رحمه الله قاد البلاد بعد توليه مقاليد الحكم نحو التقدم والازدهار في مختلف المجالات والأصعدة ونقلها من دولة صغيرة في مساحتها إلى كبيرة في وزنها السياسي والاقتصادي والخيري حتى وصلت مشروعاتها التنموية إلى شتى أقطار العالم وتميز الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رحمه الله بحنكته وسياسته الحكيمة ورؤيته الثاقبة والتي مكنت دولة الكويت من تجاوز البحن والأزمات التي مرت بها لا سيما خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي وقد لعب الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رحمه الله دورا مهما وحاسما في حماية الوطن خلال الغزو العراقي الغاشم حيث قاد رحمه الله معارك دبلوماسية على كافة الأصعدة لحشد الدعم الدولي وإسماع صوت الكويت عاليا في المحافل الدولية معارك استمرت حتى تحرير دولة الكويت فرحم الله رجلا بكى لأجل الكويت فبكت الكويت وبكى أهلها على فراقه ستبقى خالدا في القلوب يا أمير القلوب